السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل في الشابتر الثامن الشابتر الثامن هذا اللي هو عنوانه kinematics of particles في الشابتر الثامن هذا من حلال المحاضرة الثالثة بتاعت اليوم هنشوف determination of the motion of a particle يعني هناخذ أي جسم متحرك هنشوف كيف الحركة بتاعه يعني هنجيب هناخذ يعني علشان نشرح الموشن هذا بتاعت البارتكول هناخذ مثال تالي مثلا في المثال هذا في كورا يعني نازلة مثلا احد الاطفال يرميها من شباك هذا هتنزل بسرعة قيمتها عشرة متر في الثانية هتنزل عمودي طبعا اتجاه هذا على المحور y لكن ارتفاع قيمته عشرين متر يعني هنا y zero قيمته عشرين متر السؤال الاول لازم نجيب يعني الفلوسيتي كيف تكون يعني التغير بتاعت الفلوسيتي على حسب الزمن طيب عارفين ان القيمة الفلوس يعني بتاعت السارع هي هنا ثابتة ليش ثابتة لانها تساوي ناقص تسعة ثمانية واحد متر هنا ناقص لينولي الحركة في الاتجاه هذا وهو عكس المحور y يعني هتنزل بسرعة الجاذبية طبعا السرعة الجاذبية هي ثابتة في المكان هذا يعني هتكون الدي في على الدي تي حتكون قيمة التسارع اللي هو ناقص ثمانية ناقص تسعة فاصل ثمانية واحد لو ناخذ الميقص طريقة الميقص بتكون دي في تساوي الاي في الدي تي يعني الدي في اسابي تساوي الاي اللي هي التotteع في الدي تي التكامل هيكون من الري تي سارع اللي هي لكورة هذي دة الاي اللي هي عشرة يعني هنا ميرس بتروح الناحية هذه تصبح بلاس يعني على طول الفي تي بتكون عشر ناقص تسعة ثمانية واحد تي يعني هذه هي المعادلة امتاعة الفيلوسيتي اللي هي يعني تتغير على حسب الزمن الحين حنشوف البوزوشن طبعا الحركة هنا على المحور يعني البوزوشن حتكون الواي الواي تي نفس الشي عارفين أنه الفيلوسيتي هنا احنا جبناها منذ حين اللي هي عشر ناقص تسعة بقصة ثمانية واحد تي لكن الفيلوسيتي هذه هي اصلها المشتق متاعة الواي يعني حتكون الدي واي على الدي تي طيب لو ناخد طريقة المقص بتكون الدي واي تساوي كم تساوي الفيلوسيتي هذه كلها في الدي تي هذه الفيلوسيتي كلها في الدي تي طبعا التكامل حيكون من الواي زيرو للواي تي والطايا من الزيرو الى التي التكامل متاع الدي واي حيعطينا واي تي ناقص واي زيرو والتكامل متاع العشرة بيكون عشرة تي والتكامل بتاع هذه بتكون 0.981T سكوير طيب Y0 اللي هي قيمتها 20 هنا minus بتروح في الناحية هذه بتصبح plus يعني YT بتكون 20 10T ناقص 0.981 اللي هي 4.905 في T سكوير يعني هذه المعادلة بتاع يعني هذه هي الطريقة كيف نجيب بيها الموشن بتاع أي بورتيكل يعني الموشن يعني طبعا والتسارع هنا معتأ لهو تسارع ثابت طيب نكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله يعني في محاضرة قادمة نواصل بقية الشابتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته